ولد في بلد برضو من بتاع شبرة دي اللي قلنا انها شبرة مش شبرة بعض الناس طبعا ينطق بعض البلدان شبرة وبعضهم يقول شبرة فما فيش غلط ولا حاجة لما نقول شبرة باص وبعضهم يقولوا شبرة باص ما نجراش حاجة بس هي شبرة باص ابوه عايز ان الولد ده يطلع شيخ فارسله الى الكتاب هو كان يتميز بميزة الهدوء النفسي وظل هذا معه لغاية منتقل الى رحمة الله تعالى فيه هدوء نفسي كده هو ما فيش ماهوش غضوب ماهواش قلق ماهواش متسرع مات صغير برضو 1985 يعني عنده داخل في الستين راح الكتاب عنده تمان سنين وكده بالهدوء وكذا والسكينة الى اخرين وبعدين يرجع يحفظ اللوح اللي هو مقرر عليه يعني ايمة صفحة ولا حاجة وعلشان يبقى محترم ومعتبر عند الشيخ التاني يوم لأمور طربوية الحقيقة كانت معقدة الشيخ يبدو ان هو شافه ان هو ايه محافظ على نفسه قوي يعني يعني مش عايز حد ايه يكلمه او شيء من هذا القبيل فرح ضربو علق من غير السبب سمع سمع راح ايم ضربو علق بدون سبب بدون سبب فتصرف غير معقول ما احناش عارفين بيعمل كده ديه فداي وروح لأمه قال لها انا يعني انا ضربني من غير السبب هاحفظ حفظنا سمع سمعت عايز ايه بيضربني ديه هو يظهر شاف يعني حاجة من الاعتزاز يعني باللي هو بيعمله او الفرحة فخاف عليه الكبر لان الكبر هو المدخل الاساسي لفساد الامور فالطفل ما لوش دعوة بالحيوة والضرب عشان ما يتغرج بقى في نفسه من وصف ما عليش ده شغل الكبار صح ولا غلط مدرسة التأديب ولما مدرسة التأديب ما نشدعو بيه لكن اللي حصل كده اللي حصل كده فتاني يوم ما راحش وراح يتفرك على الناس في الغيط وبعدين روح فوجد العريف العريف ده اللي هو طالب يبقى متقدم يقدم شوية عليهم في السن يزبط الأمور ويبقى الضابط بتاع الفصل علشان محدش العريف جاي ياخده العريف بيقول لك كان طوله مترين طبعا ما عايش بتطوله مترين ولا حاجة بس هو لأنه طفل صغير كده شايف طويل علي علي تعالى فدخل العريف البيت وقال له تعالى قال له طب هلبس قال له أبدا ما تلبس انت زي ما انت كده فبيبص لأبوه ما حمهوش ما خلاص انت مع الشيخ الشيخ ده هو طريقك إلى الجنة مناش تدخل راح للشيخ راح أطيله على الأخ تانية انه هو مجاش مجاش فهروح لأبوه بعد بقى الشيخ ما ضربه قاعد يحيله قال له ده انت ولد ممتاز وكويس وحلو احنا عايزينك تعمل وعايزينك وتبقى أحسن واحد وفضل يشجع فيه واتفق معه قال له خلاص انت تحفظه متى كده وأني مش هضربك أبدا اتفق معه اتفاق ونفذ الاتفاق كويس جدا من مصلحتنا من مصلحتنا رجع لهم وقالت له يا ابن الشيخ مالوش ده هو ده احنا اللي بلغنا عنك انك انت روحت الغيط وكذا إلى آخرين الطريقة ده طريقة مهمة جدا لأنها تكررت مع مشاكل كثيرة وده كان الاستقافة السيدة في هذا بنقولها لعل الدارسين يرجعوا نفسهم شوية ان هذه القومات الكبيرة الناجحة حصل فيها كده وما أصرش تأثير سلبي على المنظومة هي دعوة إلى الدراسة علشان بس المشاهدين ما يفتكرونيش ان انا متبني قضية الدراسة انا لم اضرب طفلا قط ولكن انا بتكلم على الدراسة العلمية التي توص في تجربة البشرية اللي حصلت واللي نجحي